بيان إضراب طلاب كلية الطب البشري جامعة دمشق انطلاق من الواجب الوطني لكل أفراد سوريا في هذه اللحظة التاريخية التي تشهدها البلاد نتيجة كفاح شعبنا العظيم الذي سطر على مر تسعة أشفر أروع آيات التضحية والكفاح دفاعاً عن كرامته وسعياً نحو حريته فإننا نحن طلاب الطب البشري والمرفق أسمعنا مع هذا البيان نعلن إضرابنا الكامل على الدوام بشقيه النظري والعملي في إطار إضراب الكرامة ووفاء لجماء الشهداء واحتجاجاً على أعمال العنف الموجهة ضد الشعب السوري قبل قوات الأمن والشبيحة واستنكاراً لما تقوم به المنظمة التشبيحية تحت اسم الاتحاد الوطني لطلبة سوريا من أعمال تعسفية ضد الطلبة ضمن الحرم الجامعي من الضرب والاعتقال ووصلت لحد انتهاك العراض وأننا نحمل النظام المسؤولية الكاملة عن أي طالب جامعي يعتقل سابقاً أو ذكر اسمه في هذا البيان عن أي ضرر سيلحق به على الصعيد الشخصي أو الدراسي وعاشة سوريا حراربية